اول مصنع للقنب الهندي في المغرب دونك بدي في اقليم شفشاون اللي يقع شمال المغرب اشغال بناء اول وحدة انتاجية للقنب الهندي المقنن اللي الهدف منه استخراج مواد يستحقوها في الصناعات الغذائية الطبية والتجميلية شركة بيوكانت هي اول شركة في المغرب اللي تتحصل على رخصة لتحويل القنب الهندي في شهر اكتوبر اللي تعدى ودونك حسب الشركة هي تعتبر سابقة في المجال هذا خاصة اللي بش تتمكن انها تستخرج برشا مواد نافعة من نبتة يعتبرها البعض الضارة والبعض الاخر يعتبرها اللي هي معانتها حتى سلبيات ما فهمتوش لخبرنا باي بشي حل معمل بشي يجيبوا فيها القنب الهندي بشي بيعوها سوفتا كيكا نوت خطوط وبشي يستخرجوا منه حاجات اخرى ينجموا يستعملوها في المواد الغذائية والطبية والتجميلية اللي العبيد الكل تعرف اللي هي تنجم تكون ناف على البشر بشي بيعوها مزاتلة اي بلا وبشي خرجوا دي سوبستانس اخرين مزاتلة يبيعوهم ويستعملوهم بكل كسوا معناه يعني يقودك في مواد غذائية طبية تجميلية اتساتي غا دونك هذي اول مرة تصير في المغرب والشركة قالت اللي هي اول واحد اخذت الرخصة وفمش كومش يخوه اكيد الرخصة بعدها هي زلت في المجال هذي قريت التاريخ كمانيه فمع بيت كارا ما عاشه في اوقات اخرى بابلو اسكوبا الكنجي عايش تاور ولا بسعليه لا شد الحبس لا قتل لا جره للاجرام ولا ولا ارهابي لحد شيخ راو شيخ عامل ملتناسيونال في المغرب ويصنع في المريخوانة ويصنع في القنب الهندي ويصنع في كل شي وامور مريقلة وقانونين بابلو اول ما اصنع القنب الهندي في المغرب حاجه خرق العادة صلى الله يلا تفضل ايه خرق العادة مش معناة يعني هرا نشجع معنى خرق العادة وتفضل ايه بابلو لاي لا لا محمد الله نحكيو على اشتركوا في القناة